اشتركوا في القناة احسن ان احنا ما نسألش وما نعرفش وما ندورش في الماضي ولا نفتش في اسراره واوقات تانية بيكون عندنا فضون نعرف ايه هي الاسرار المستخبية ومين اللي مش عايزنا نعرف الاسرار دي وايه مصلحته في اننا ما نعرفهاش ولو عارفنا الحاجات دي هتزعلنا ولا ممكن الحكاية تتلغبط الحقيقة انه بطل الرواية بتاعتنا النهاردة حب انه يبحث فيه الماضي ويرجع بالزمن لورا شوية ويعرف اهله مخبيين عنه ايه يا ترى الماضي ده ممكن يقلب حياته يا ترى الماضي ده كان ممكن يكون فيه حقائق ممكن تزعله يا ترى الماضي ده ممكن يخلي موازينه تختلف ومعتقضاته عن حياته او عن اسرته او عن اهله تكون فيها شوية تغيير ليه الاسرار ممكن تكون احيانا مش لازم نعرفها ويمكن نكون بعد ما بنكتشفها حقيقي بنزعل والدنيا ما بترجعش زي الاول اسئلة كتير هنعرف اجابتها من ضيفي اللي هينورني النهاردة في الستوديو الكاتب الاستاذ محمد المشد وهو صاحب رواية جريمة عاطفية بس قبل طبعا ما استقبل ضيفي خلينا نروح نقابل من خلال زوم صانعة المحتوى الاستاذ ايمان يحيى اللي هتكلمنا النهاردة عن ترشحات لاهم الكتب والروايات الاجتماعية خاصة وانه حقيقي فيه ناس بجد بتلاقي نفسها في الحكايات الاجتماعية وفي الروايات الاجتماعية تحديدا اهلا بك يا ايمان والحقيقة انه الناس دايما بتنيل لقراية الروايات الاجتماعية الخفيفة واللي دايما بيكون فيها قدر من رومانسية او حكاية اجتماعية يتعلموا منها ويتأثروا بيها ايه رأيك في الكلام ده؟ ده حقيقي الناس بتلجأ للروايات اكتر من الكتب العادية علشان هي بتكون مشابهة لحياتهم اكتر يعني كلنا عيشنا في حياتنا قصة رومانسية او عيشنا حاجة اجتماعية بتحصل حوالينا مع جرانا مع صحابنا مع العيلة فلما بنشوف ده مكتوب في الرواية طبعا باسلوب قصصي وباسلوب ادبي يوصل المشاعر دي بس ان احنا بنشارك يعني حد تاني او في حد تاني حاسس بحاجة احنا مرينا بيها او قادر يعبر عنها فالناس بتملل النوع ده من الروايات جدا تحب يترشح لنا ايه من الروايات الاجتماعية اللي من وجهة نظرك شايفة ان هي محققة نجاح كبير جدا وانه حقيقي القارق ممكن يستمتع وهو بيقراها لو روايات اتماعية رومانسية الى حد ما فمن اكتر الروايات اللي حققت نجاح كبير جدا لما نزلت كانت الاسود يوليك بك للكاتبة احلام مستغني ورواية في قلبي انثة عبرية للكاتبة خول حمدي رواية مهمة جدا خاصة كمان في ظل الاحداث اللي بتحصل حاليا فيه كمان نسبة الاحداث رواية اسمها ام سعب لغسان كنفاني وهي رواية صغيرة يعني ممكن كمان القارق المبتدئ يقرأها في قعدة واحدة يعني هي رواية صغيرة جدا وكويسة جدا بتشرح المجتمع الفلسطيني والام الفلسطينية تحديدا معاناتها وتعاملها مع الظروف المحيطة بيها فيه رواية اسمها وكالة عطية للكاتب الكبير خيري شلبي رواية من افضل في قائمة افضل ميت رواية عربية برضو في نفس القائمة فيه رواية اجتماعية اسمها المصرات والاوجاع اللي كاتب اسمه فؤاد التكارلي دي رواية مهمة جدا فيه رواية كتير يعني معظم روايات عامنا يعني نجيب محفوظ فيه رواية اسمها رحلات ابن فطومة لزيزة قوي قرأتها مؤخرا وهي من الروايات اللي يعني مش ملهاش رواج قوي في اعمال نجيب محفوظ ولكن هي رواية صغيرة بالنسبة للقراء اللي عايزين يقرأوا حاجة مثلا صغيرة وفي نفس الوقت تكون لأديب كبير زي الأديب نجيب محفوظ يعني الله يرحمه فهي رواية هتفيدهم جدا الحقيقة انه كمان احنا بنلاحظ انه دايما لما بيكون حد لسه مبتدئ في القراية او لسه بيبتدي رحلته مع القراية دايما بننصحه او دايما كل الناس بتنصحه انه يقرأ كتاب اجتماعي وارد انه هو يلاقي حل المشكلة مثلا هو شخصيا بيمر بيها او يلاقي نفسه في حكاية من الحكايات اللي موجودة في الكتب الاجتماعية كتاب نفسي يكون رد على سؤال محيره او تحليل لقصة محيراه تفتكري مين اكتر الفئات المقبلة على النوع ده من الروايات وليه زي ما قلنا احنا بنرشح النوع ده من الروايات علشان القارئ المبتدئ عشان تتكون عنده عادة القراءة فهو لازم يلاقي حاجة ريليتد بيه ريليتد بمشكلة عنده او بحاجة هو موجودها او تصلح عنده مشكلة مية حتى لو ما خرجش بمعلومة معينة ففعل القراءة نفسه لما بنغمس معي او مع قصة اقتماعية او مع حاجة شبيه بيه انا بحس بريلاكسيش انا بحس ان انا رحت لعائلة متاني قصة انا تفكيري راح فيها وانعزلت تماما عن الواقع الخريج فدائما بنرشح النوع ده او الروايات مش بنرشح الحاجات الكبيرة الفلسفية او التفكير النقدي او الحاجات المعقدة لان دي بيكون لها جمهور معين اكتر بتكون متعلقة بالنوع ده من الروايات اعتقد يعني السيدات اكتر من الرجالة بيحب يقرأوا النوع ده من الاعمال وخاصة بيكونوا يعني موجودين في البيت كتير يعني دايما بيتبعث لي مسجدات كتير جدا من سيدات ان هما محتاجين ترشحات لرواية اجتماعية حاجة دينية حاجة نفسية علشان هي بيكون عندها مثلا وقت فراغ او بتخلص شغلة البيت فبتعود بالليل شوية محتاجة حاجات تصلها عن عنقته اليوم فالسيدات هما يعني اكتر اقبالا على النوع ده من الروايات وخاصة ربط المنزل يعني واحدة كما بانها تحل مشكلة معينة فبتبقى محتاجة مثلا تعرف عنها اكتر وبتبقى محتاجة ان هي تقرأ فيها اكتر عشان تقدر تعالجها بشكل مصبوط وتزود من خبرتها الاجتماعية ومعلوماتها كمان النفسية عشان تقدر تتخطى الازمات والمسؤولات الكبيرة اللي هي بتبقى شغلة بالضبط خاصة ان في الفترة الاخيرة بقى فيه وعي اكتر عند الناس بسبب السوشيال ميديا بفكرة المشكلات النفسية يعني او فترة المنتل هيلس فعندهم اقبال كبير ان هما يعالجوا مشاكل موجودة عندهم او ان هما يلاحظوا لو الناس اللي حوليهم عندهم مشاكل فبقوا يقرؤوا اكتر يعني ايه علامات التراب معي عشان اتجنب ان انا تعامل مع الشخص ده ان انا احمي نفسي مثلا زي كتاب محاب الحمقه اللي بقدر منه من بعيد اذا كنت الشخص اللي انا بتعامل معي هو شخص سوي او شخص مضطرب هل العلاقة او الاتراب اللي عنده نسبته تسمح ان انا اتعامل معي ولا نسبة تخليني احمي نفسي وابعد فالقراءة هنا بتزود وعيه سواء بنفسي او باللي حوليه فالناس فعلا بتلجأ للنوع ده من الكتب جدا النفسية تحديدا يعني سواء روايات او كتب حقيقي انا بشكرك جدا ايمان يحيى صانعت المحتوى نورتينا من خلال application zoom بشكرك على وجودك معنا ودلوقتي هنروح مشاهدينا نشوف مع حضراتكم تقرير عن الكاتب والأديب المصري فارس الرومانسية يوسف السباعي ونرجع نكمل حلقتنا معكم اديب بدرجة وزير فارس العسكرية والرومانسية هو الاديب الراحل يوسف السباعي الذي حفر اسمه بعد قريته الادبية في تاريخ الادب المصري والعربي ولد يوسف محمد محمد عبدالوهاب السباعي في 10 يونيو عام 1917 بحي الضرب الأحمر بالقاهرة بدأ يوسف السباعي حياته الادبية في مدرسة شبرى الثانوية وعلى الرغم من يونيو يوسف الأدبية إلا أنه التحق بالكلية الحربية وتخرج منها في عام 1937 وفي منتصف الأربعينات استطاع السباعي أن يؤكد وجوده كقاس فقد نشر عدد من المجموعات القصصية وأعقبها بكتابة عدد من الروايات قدم يوسف السباعي على مدار مسيرته الادبية 22 مجموعة قصصية وأصدر 16 رواية لأنه الرئيس المصري أنور السادات وزيرا للثقافة وظل يشغل منصبه إلى أن أغتيله في قبرص في 18 فبراير عام 1978 ولقب السباعي في فترة الستينات والسبعينيات بفارس الرومانسية نظرا لأعماله الأدبية العديدة التي غلب عليها الطابع الرومانسي واختار كبار نجوم ونجمات الفن تكسيد قصصه في أفلام سينمائية ومن أشهر هذه الأعمال فيلم إني راحلة وفيلم رد قلبي من بطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين فيلم بين الأطلال من بطولة عماد حمدي وفاة حمامة ومن إخراج عز الدين ذو الفقار هكذا هو يوسف السباعي مسيرة طويلة من العطاء الأدبي والثقافي خلدت اسمه وذكره رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم خليونا نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع نستقبل ضيفي بعد التقرير المكتبة دي هي تعتبر حياتنا لأن إحنا يمكن جلنا اتربى على أن المكتبة دي جزء لا يتجزأ من البيت وجزء لا يتجزأ من المدرسة يعني لازم في البيت أي بيت حتى لو كان بيت متوسط في مصر كان لازم تبقى فيه مكتبة زهيرة كده عشان الأولاد يقروا فيها وممكن تكون كتب ما هي أو مجلات أو كده ما هياش غالية مش لازم تكون غالية لكن تبقى فيه أساسيات مكتبة البيت من نسبة لمكتبة المدرسة كانت بتلعب دور مهم جدا في حياتنا كلنا إن كنا بنستعير الكتب من المدرسة ونخليها في البيت نقراها ونكنا نعمل عنها ملخصات ونرجعها تاني ونحافظ على الكتاب كل ده كان مش بس هي منظومة القراءة لأ كان يحافظ على منظومة جميلة اجتماعية وأخلاقية دايما القراءة بتكون مهمة لما الأب والأم في البيت بيعزموا من قيمتها بالنسبة للولاد يعني ما يكون الأب والأم بيحبوا القراءة أو بيحاولوا حتى لو كانواش بيحبوها بس بيحبوا شجعوا ولادهم على القراءة الطفل هيطلع كده من نفسه بيحب القراءة والاطلاع وإن هو يبقى شخص ليه قيمة في المستقبل فالدور المهم للأب والأم في البيت لازم يكونوا هما بيشجعوا الولاد ونقرأ كمان كتب قيمة يعني نقرأ حاجات كويسة وفيه حاجات برضو لا تستحق القراءة لكن فيه كتب حلوة وفيه مجلات كان وقتنا فيه مجلات كانت تلعب دور مهم جدا في تنشيط القراءة فالدور الأساسي بيبقى في البيت اللازم يكون الأب والأم بيلعبوا الدور ده وبعد كده يجي دور المدرسة أو كان يسموها أمينة المكتبة مثلا أو المسؤولة عن المكتبة في المدرسة برضو بتلعب دور مع الأولاد بإنها تشجعهم على القراءة فأنا بالنسبة لي كنت زي أي طفل عادي حبيت القراءة من البيت والدي و والدتي كانوا بيحبوا جدا اللي كانوا عندنا مكتبة في البيت طبعا كانوا مشترولي كتب يعني كانت الجايزة اللي أنا أخدها كتاب أو مجلة يعني اشتراك في مجلات المشتراك يعني بتجي لي لغاية البيت برضو حاجة كده جميلة وفي المدرسة كنت طبعا أخد كتب وأرجعها وأستفيد منها سواء كانت كتب باللغة الفرنسية أو باللغة العربية أو الإنجليزي طبعا برضو أنا عندي مكتبة جميلة في البيت وفي الشو اللي كمان هنا في المجلة الساميرة عندي مكتبة عظيمة مش عارف بتدي إزاي لأن كلها حاجات حلوة قوي وأثرت فيها جدا أولا نبتزي بكتب الأطفال ومجلات الأطفال نخدها كده تدريجي مجلات الأطفال زي ما حقيقة عارفة إن في دار الهلال هنا كان في أهم مجلتين في مصر وفي الوطن العربي مجلة ميكي ومجلة سامير كانت يصدروا من دار الهلال لمدة 40 سنة وبالتالي طلع منهم مطبوعات أيضا جميلة يعني كنا منقرأ المجلة والمجلة نقرأ على همشها بعض الكتب اللي حبيبتنا في القراءة وإحنا أطفال فأول حاجة المجلات بتقود لقراءة الكتب نيجي بقى للكتب الأطفال في كتب الهلال للأولاد والبنات كانت بتعمل هنا كتب رائعة في طفولتنا في كتاب أنا بحبه قوي في الطفولة اسمه كتاب اسمه أراجوسفور أعلوز ده كان يعني تأليف ورسوم الفنان الكبير أحمد حجازي كان فنان كاريكاتور عظيم كان بيشتعل في مجلة صباح الخير وفي مجلة سامير وعمل أجمل الأعمال عمل شخصيات كانت اسمها التنابلة بدأنا نعيد كتابتها من أول وجديد ونحاول نحن نحيييها من أول وجديد شخصية عظيمة أقبل الكتاب تأثرت فيه أو من أوائل الكتب اللي تأثرت بها كان كتاب أراجوسفور أعروز لأحمد حجازي وكان بيصدر من در الهلاف وبعد كده بقى فيه كتب أطفال كتيرة باللغة الفرنسية فيه كتب باللغة الإنجليزية فيه كتب كانت بتجلنا من ميكي من مؤسسة وولد ديزني فيها كل المعارف وكل متى تخياليه وكمان هنا فيه كتب حلوة قوي لكبار الكتاب زي كتب أقرأ لدر المعارف يعني مؤسسة در المعارف مؤسسة عريقة في كتب الأطفال كمان وبعد كده بقى فيه كتب بقى لما كبرنا شوية حاجات حلوة قوي كمان بنصح كل الشباب برضو انهم يقروها لازم قبل الكتب الجديدة الحديثة الحلوة برضو اللي طلعت فيه كتب مهمة هي اللي بتبقى الأساس في أي مكتب أنا دايما لما بشوف شباب صغير أنا بنصحهم دايما أن يقروا لكبار الأدباء اللي بفقري بقى أديب أو بفقري بقى كاتب كويس لازم يكون أرى لكبار كتبنا زي نجيم محفوظ زي يوسف إدريس زي في الشعر عندنا مثلا صلاح بالصبور عندنا بيرام التونسي عندنا صلاح جاهين اللي بيحب يكتب شعر يعني أنا تأثرت طبعا أن كنت بحب الشعر قوي فكنت قريت لكل وكنت عضو في جماعة الشعر في الجامعة الأمريكية في القاهرة هنا بنعمل عروض مسرحية شعر فتأثرت بالشعر جدا وحبيت وكنت بقى أرأى أحمد شوقي بأمير الشعراء أقراله كان هو عامل يعني المجموعة من الأربع أجزاء كان فيه جزء كمان للأطفال شوقيات اسمها الشوقيات جزء للأطفال كنت أحب قوي أقرأه وأحفظه وان صغيره لما جبرت بدأت أحفظ القصائد اللي هي الموزونة الرصينة وبعد كده بدأت أتعرف على صلاح عبدالصبور الشعر الحر وقريت كل دواوين تقريبا علشان دراستي كمان كانت مرتبطة بهذا الموضوع يعني كتب دراسة والهوية في نفس الوقت فلازم علشان نبقى كتاب فعلا حقيقيين لازم نقرأ لكبار الكتاب الأول فيه كتاب كتير حلوين قوي قوي شباب وفيه كتاب من الجيل السابق ومكتر قوي وطبعا معظمهم برضو بيكتبوا أو فيه رسامين كتاب كمان يعي برسموا ويكتبوا في نفس الوقت فكلهم احنا فاتحين الباب اللي مجأة فيه يعني ليهم في مجلة سامير طبعا بيكتبوا لنا وبيرسموا لنا أنا مش عايزة طبعا نقول لأنهما كتار ما شاء الله فيه جيل حلو طالع أنا مش بقرأ لهم بقى أنا بنشر لهم بقى حاجات فببقى سعيدة كمان قوي بقى لأن فيه جيل تاني طلع فيه أطفال كمان بنشجعهم منهم ما يكتبوا يعني النواة بقى للكتاب اللي هم اللي يبقوا كتاب كبار في المستقبل احنا بنعمل ورشة فنية للأطفال كل أسبوع كل يوم سبت الصبح بيقى فيه ورشة فنية مجانية للأطفال ساعات أقول لهم تعالوا تفضلوا عندي في مكتبي بنقعد هنا على يعني على السجادة أو قطرشلهم زي حاجة كده ونفتح المكتبات دول يعني المكتبات فيها حاجات حلوة قوي فيها كتب أطفال اللي بقى ساعات قديمة شوية وحاجات حديثة وبتدي أقول كل واحد من الأطفال يختار الكتاب يختار الكتاب اللي يحبه ويقراه وبعني يقول لي أرأيه مش قادر أقول لك قدي النتيجة بتكون جميلة هو ده اللي بنحب إن احنا للأطفال يكونوا ملمين بحاجة زي كده والأباء والأمهات يشجعوا أولادهم على إنهم يكون عندهم مكتبة حلوة فيها كل الأصناف والأشكال دي جعنا لحضراتكم مرة تعنيا وبرحب بضيفي لبنورني النهاردة في استوديو الكاتب محمد المشد والحقيقة إنه الكاتب عنده خمس روايات اجتماعية وإحنا النهاردة بنتكلم معا عن أحدث إصداراته وهي رواية جريمة عاطفية أهلا بيك يا محمد أهلا بيك نورنا وكلمة جريمة عاطفية دي تخض تخض يعني إن الحقيقة فيه جرائم عاطفية كتير بس إحنا مش عارفين الجريمة في أنه مكان أو في أنه اتجاه بالزبط كده اختيارك للعنوان أكيد كان يعني عليه عامل كبير جدا من إن أنت تفكر إيه الحاجة المناسبة لللي إنت كتبه ليه كريمة عاطفية وليه كررت إن اسم الرواية بتاعتك يكون جريمة عاطفية كان الأول كنت بكتبها باسم جريمة لا يعقب عليها القانون في جرائم كتير في المجتمع ملاش في القانون يعني جرائم في البيوت جرائم بين الأشخاص فالقانون ملوش تدخل فيها يعني لما عادنا معذر النشر وعادنا نفكر أكتر فطلت جريمة عاطفية تبقى جريمة عاطفية تشد أكتر يعني أكتر احكي لنا عن الجريمة بتاعتك وحكي لنا عن بطر وايتك وحكي لنا عن الحكاية اللي طرحتها من خلال آخر إصداراتك جريمة عاطفية يعني الفكرة هتبدأ بإن إحنا الجرائم متعودين هنا في قتل في حاجة جريمة اللي إحنا متعودين على معطياتها بس أحياناً بيكون فيه جرائم إنسانية وليها علاقة بالمشاعر وليها علاقة بالإنسانية بشكل عام وليها علاقة بالعاطفة والعواطف زي ما أنت سميتها كده جريمة عاطفية دي غير الجريمة المادية التانية اللي بتتنفذ يمكن كنت بقارن دايماً ما بين لو واحد سرق وتقفش في سرقة كبيرة فهو عمل جريمة السرقة طيب اللي أنا بقى بناقشة في الرواية لو بنت خطفت راجل من أمه فدي جريمة من نوع إيه؟ يا سرقة سرقة يمكن أكتر من إن أنا مثلاً أسرق موبايل حضرتك أو أسرق حاجة خطفت راجل من أمه بمعنى إيه؟ يعني خطفته طفله ولا بنت خطفت راجل كزوج يعني؟ كزوج كزوج أه طبع شوفنا نمازج دي كتير كتير اللي بتأسيه على أمه يعني تقصد كده النموذج ده؟ بالضبط كده واحدة سرقة راجل من أمه فأجيد عقوبتها أكتر يعني هو الاتنين سرقة مفهوم طبعاً فده اللي أنا كنت بحاول أن أقشه في الرواية آه وده شكل من أشكال الجرائم العاطفية أو شكل من أشكال الجرائم الإنسانية اللي أنت بتتكلم عنه أهو في كزوجة جريمة بقى في الرواية مفهوم نبدأ نولي الجرائم يلا بينا فضل هو القصة باختصار بتتكلم عن شاب بيطلع في أسرة مقطوعة لا لي عم ولا خال هو معاه أب وأم أنا في عائلتنا لأ ملكش علاقة بيهم إحنا في بلد غير بلدهم فالشاب ده بيكبر وهو عنده السؤال ده اللي هو أنا عايز أوصل للعيلة بتاعتي أو هو فيه ذكريات في طفولته إن كان فيه ذكريات حلوة بينه بين جدته وبينه بين عمامه لكن اختفوا صحي في يوم من الأيام لقى والده والدته مسافرين في محافظة تانية فلما بيكبر بيبدأ أنه يعني بداية الرواية كلها أنه هو بيتجوز بيكتشف سر مراته مخبية اللي هي عروسته لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه جريمة بيكتشفها فيها عشان يعالج الجريمة دي مطالب منه يلاقي عيلته فهو أصاد إنه هو عايز بيته يكمل ولسه عريس وما بين إنه هو عشان يحل ده محتاج يرجع أبوه لجدته اللي هو فريقه فما بين الجريم تندل بيكتشف بقى اللي هو إيه صراعات كبيرة قوي ما بين إنه هو بتكلم إنه مثلا هل فيه أي سبب من الأسباب يخلي ابن في يوم من الأيام يهجر أمه ويضنطع عنها 15 سنة فدي كانت يعني الرواية نفسها فبيبدأ إن البطل هو شبه عايز يكون واصي على أبوه هو شاف غلط أبوه وعايز يوجه أبوه للصح وفي نفس الوقت هو أبوه فمش هينفع يجي يصطدم معاه لو أنت راجل غلط مش هينفع تتقاله كوالده وفي نفس الوقت هو أبوه عامل جريمة وأبوه يعني أنا في الأول قلت إن في واحدة سرقت ابن من والدته من والدته بالصف الأصل ما فيش حد بيتسرق يعني هو لو الإنسان مش عايز يعمل الغلط ما حدش يساعده علي صح ده أنا مؤمن بكده لو ما فيش واحدة خطفت راجل من أمه أو العكس ما فيش واحد خطفت بنت من أمه لأ هو الإنسان لو جواه خير هيعرف يعمل الخير صحيح هو عاجبه الشر فبيلاقي حد يساعده فبينجرف معاه فهو الشخص مطلوب منه هو أبوه أمه ربوه فبعد فترة هو اكتشف أنه محتاجي ربي أبوه أمه في نقطة أنه هو يرجعهم لعيلتهم فهيعمل إيه وفي نفس الوقت مش عايز يجراحهم إنه هو مش عايز يصلح غلط بغلط وهو شايف أنه أبوه مش بيبر أمه فما ينفعش وهو بيصلح لأبوه يخسر أبوه ويبقى هو بيأذي أبوه بالضبط فكان الصراع كله مش فكرة بقى صراع اللي هو الجريمة اللي هو المحقق والبوليس لا هو أشبه بالمحقق والبوليس بس في إطار البيوت اللي هي حاجات مقفولة وحاجات تقريبا اللي هي في بيوتنا كلها يعني اللي هو ده متخانق مع أخته ده مع والدته وأسباب كتير آه آه لأ دي قصة معقدة جدا جدا والموضوع إحنا عايزين نقول إن هي قصة حقيقية بالضبط قصة حقيقية يعني هي قصة فعلا مسترحمنا الواقع بشكل كبير يعني أحيانا طبعا يعني ما نحبش نشوفها بس للأسف إنها موجودة نحن نتكلم عن يوسف يا محمد بالضبط ده يوسف ده يوسف بطل الرواية بتاعتك بالضبط ده يوسف بطل الرواية يوسف ابتدى إمتى ينكش في الماضي يوسف ابتدى إمتى يحس إن فيه حاجة غلط مش ركبة معاه أو مش ماشية معاه إمتى حصل للي يوسف التحويلة دي هو التحويلة بدأت وقف منتصف العشرينات يعني هو شاب عنده 27 سنة لكن إمتى حس بالغلط هو كان عنده 9 سنين وفي بيت جديته وبيت عيلة صحي الصبح الفجر لقى والده بيقول له يالله إلبس ومشي والناس نايمة فهو في ذهنه المشهد ده فضل مش مفرقه لو أنا والدي صحي الصبح مشاني فمن هنا حس فيه حاجة غلط لكن إمتى بدأ ينكش لأي بداية الرواية اللي أنا بادئ فيها إنه هو قرر يوصل لعنوان جديته وإنه هو حتى مش عارف كانوا في آنه محافظة يعني هو طلع لقى نفسه في القاهرة طيب إحنا كنا في محافظة إيه كان هو طفل فمش عارف لأنهما كان كمان عايشين في دولة بره مصر فهو يعني حدد كل الأسباب اللي تخلي البطل مش عارف فين عنوان جديته فكان ده بالنسبة له أصلا خطة بحث إنه هو عمال يدور عشان بابس يوصل لطرف الخيط الجدة ههوصل لها إذنه وجديته دي كنت مامة بابا ولا مامة مامته إيه non-momة الاسترد kalı مامة بابا مامة بابا كان ايه دورها في الرواية عندك مامة بابا وضحت له ومامة بابا قردت له الحقيق مامة بابا حاول تخبي عنو لأ او كان الأمر صريح جدا بالنسبة لها لأنهو يكتشف الآخر إن والدتو افتعلت فتنة كبيرة جدا فبقت الام اللي هي هيل جده شايف الموضوع بشكل معين والأب اللي هو الابن شايف الموضوع بشكل معين. وأمه هو شايف الموضوع بشكل معين. اللي هي دي حكت عليه فيه أصلاً. بالضبط كب. من البداية. وأن هي كانت شايفة أن هي كان منطقة. هي كان عندها مرض نفسي. حب التملق جداً. فمش عايزة حد يأخذ جزهة منها. يعني هما اتجوزوا في غربة. فعاشوا سنين. فلما رجعوا الوطن بتاعهم مصر. فلقيت أن جزهة لي أم لي أخ. فبدأت هي تعودت أن هي إيه؟ كل حياته اللي هو. وده ما نفعش حد يشاركها فيه. فكان ده الدافع بتاعه. فهو كان بيحاول يعالج ده كله في نفس الوقت. وممكن ده الناس كتيراً اختلفت معايا فيه. لو واحد اكتشف أن أمه مجرمة. بس هو في الرواية كمان بيكتشف ده كله بعد ما أمه توفت. لا الأم أم البطل. فهو بقى بين نارين. نوع صارح والده. أنا والدتي كانت عاملة واحد اثنين ثلاثة. ولا يصلح ده كله ويسطر على أمه. اختار إيه يوسف؟ نقرأ الرواية. نقرأ الرواية بقى فعلاً. آه كده حرقتها كلها. طيب احنا عايزين نشرح شوية للمشاهدين. يعني أنا عارفك قصة وانت عارفك قصة. بس يمكن يكون الموضوع مختلط شوية بالنسبة للمشاهد دلوقتي. إن الأم خبت على الولد إيه. أنا عايزاك تشرح بالزبط قصة الرواية. لأن الأم خبت على الولد قصة أبوه. خبت على الولد عيلة أبوه. على أساس إن هي برضو. التملك برضو إن هي عايزة ابنها يبقى ليها هي لوحدها. فلغت تماماً دور أبوه. لغت تماماً دور أهل أبوه. وكأنه ملوش أبوه وكأنه ملوش عيلة أبوه. والولد اكتشف ده بعد كده. فأنا عايزاك تحكي القصة بقى. إنت من وجهة نظر الككاتب. ويمكن أرجع بها كمان خطوة وراء شوية. ليه الأم عملت كده؟ ودائماً المشكلة إحنا بنشوفها زهرة. بس بيبقى ليها جزور. فهو العيلة إن هي أصلاً مشطلعة في كده. فهناقياً يعني في الرواية بحاول أن أقعش أكتر من حاجة. دائماً مشوف شخص شراني. هو ما فيش حد بيتولد شر. أيه. هو فيه ظروف بيعد عليها. طبعاً هو الإنسان في الآخر يعني مش ملك الظروف. أكيد. فالأصدها بتأثر فيه. أكيد. فهي الأم طلعت في بيت مفكك فيه يعني مصايب كبيرة جداً. فطلعت إنها متصدق إنها تلاقي حاجة ملكها. هي حاسة إنها في بيت مش في بيتها. إن أمها مش أمها مشغولة عنها طول الوقت. خايفة حتى اللي لقيته ده يضيع منها. بالضبط. ما هي برضو ضحية مشاكل كثير اجتماعية مرت بيها. بالضبط كده. فلما عملت بيت حاسة إن هو هيبقى مفكك. فعايز الشخص ده قدامها طول الوقت. عايز ابنها ما يخرج. وده خايفة يضيع منها. بالضبط كده. وده شخصيات يعني أنا عرفها شخصياً. اللي هو وتيجي تتكلمي معها تقولك هو كده. يعني بنوصل لحتة طب واحدين ثلاثة ما أنت كشخص لازم تحب أبوك وأمك ومراتك وابنك كلها علاقات لا تتعارض مع بعض. لا هي شايفة إن هو لا هو كده. بنوصل نقطة هو كده اللي هو ما لهاش تفسير. هو شخص مش عايز غير كده. فهو طلع في ظل الأم دي. هو حتى يعني الرواية لما يتحرك هو أمه ماتت. هو طول اللقات شايفها شخص جميل جداً. لما بيشوف كواليسها وبيقرأ مذكراتها فبيبدأ يشوف الجانب اللي هو حتى حرقه في الرواية. يعني هو ما حبش حد غيره يشوف مذكرات أمه. فهو كنت دايماً يعني لو ده. الأم أم برضو. هو الأم أم برضو. مهما كانت هي إيه ومهما غلطت في حقه ومهما هي أم في الآخر. ما هو كان لازم يبرها رغم أن هي. صحيح. كإنسانة سيئة جداً يعني هي تحمل من الشر يعني اللي ضمر أسرتين يعني آه. بس في نفس الوقت ده اللي أنا كنت بسأله لأكتر من حد يعني أو ده النقط اللي جال يعني. اللي هو هل الأم ضرت ولا مضرتش. فأنا سألت سؤال هل هو قدر يعالج الضرر ولا هل الأم عائلة والأم كانت عايشة وفي حد هتسبب بضرر فإحنا قدام إن هو والإنسان لازم يقول الحق على نفسه أو على والده أو على أمه لو وقف مسألة اللي هو في حياة أموت شخص. لكن مسألة اللي هو كلام بيوت اللي هو في الآخر شوية حكايات كلها ولو ادارت وعدت خلهم يقولوا على الله يرحمها. إن هو في الآخر طلع أمه وكأنها كانت ضحية وهما اللي مش فهم إني. بس هي ما كانتش عارفة وقتها أو ما كانتش حاسة وقتها إن هي كده بتأذي ابنها. ما كانتش شايفة وقتها إن هي كده بإن هي بتلغي أبوه بإن هي بتلغي حياته. بإن هي بتدمر مضيه بإن هي بتحكيله حقائق كلها مغلوطة وكلام مش حقيقي. ما كانتش حاسة إنها بتأذي ابنها. الشراني بيبرر لنفسه أو المريض النفسي. هي محللة لنفسها اللي هي بتعمله. بالضبط يعني كان فيه يعني ست أعرفها جدا واخد منها جزء في الرواية. هي كان لها ابن وبصم الشباك بيلعب على الرصيف. فنزل العربية خبطته مات. فلما أبنائها اللي جم بعديه. الأم دي أعرفها لغاية دلوقتي بقت ستة كبيرة. كان ابنها يوصل لثالثة سنوي. يتوصلوا هي المدرسة. فهي وصلت إن هي عشان شافت ابنها بيموت. فبقى هي عندها حالة نفسية. ابنها لو ساب إديها وبالنسبة لها هيموت. فبقت هي دي إنسانة مريضة نفسية. فلما بقت سايبة إن هي تبني طفل. طلعت طفل جبان جدا. لو كان في ثالثة سنوي. لو راجل كبير وموديها المدرسة. ده كان زميل معي. فاللي هو دي تيجي تكلميها. هي يعني مش متزنة. فهتلاقي ما فيش أرض مشتركة بينك وبينك. هتقول لك ما انت مش حاسة بي. ما انت مش شفتش اللي أنا شفته. فبنقف في نقطة اللي هو مفروض يكون شخص تاني واصي على الطفل. إنه فيه حد مريض. فما ينفعش بقى هو اللي بيبشره. ودي جريمة عاطفية برضو. وزي ما انت قلت وزي ما انت سمتها. لأن حقيقي الواحد أحيانا بيشوف ده بطرق مختلفة. و بتبقى للأسف قصص مؤلمة جدا. تفتكر الكاتب لما يقرر إنه هو يخود في القصص الاجتماعية. والكاتب لما يقرر إنه يكون بيسرت حكاوي وحكايات اجتماعية. تلمس البني قدمين وفي منها جرائم وفي منها. مش متكلم بقى عن القصص الرومانسية والورود والكلام ده. خلينا في الواحد. اتتكلم عن قصص اجتماعية وقعية مؤلمة. بزرح. تفتكر يكون لازم يكون مر بجزء منها. أو يكون عاش جزء منها على الأقل. هو على الأقل يكون عنده تراكم خبرات. تراكم خبرات. فإنه هو هنلاقي مثلا لو حد بيكتب من وحي الحقيقة. لو هو صغير هتلاقي نظرته ومليانة ورود وفرشات. اللي أنا مثلا بكتبه من عشر سنوات. لازم يكون مر بحاجة يعني يا محمد ده اللي أنا أقصد أقوله. الكتابة نتيجي الألم. بالزبط. النهاردة أنت عشان تكتب قصة اجتماعية فيها. فيها لخبطة زي. كنت أقدر أعبر عن ده. لازم تكون عشت حاجة على الأقل عشان تعرف تطلع الأحاسيس دي. أكيد طبعا. فلا لا دي حاجة اللي هو دايما لما نقرأ الكتاب هتكتشف الكاتب اللي هو ما عندهش تجارب. يعني لسه قادي كتاب بقرأ فيه فقعد تتحك. إنه هو الكتابة بتقول إنه هو لن يتحمل الدنيا ما لم يتحمل مرارة القهوة. فانا سكت جدا. قهوة. قهوة. اللي هو ده انت جرحت كالسيبسي شخصة بقى. فاللي هو أفاق. فيه مرارة أكتر من الأحاسيس. يقول الله أصول الله ده انت لسه الأيام خط بيالك. ده انت لسه ما شخصيش. عايز تقول كده. بالضبط فيمكن الكاتب بيبدأ يكتب بجد بعد التلاتين مثلا. قبل كده بتبقى محاولات مراهقة. حتى إلا أنا كاتب وأنا صغير اللي أخطي بخرقه. ياه. وأعتقد إنه كله ليه علاقة بالتجارب برضو. لأن انت ممكن تكون إنسان سنك صغير بس مريت بتجارب في طبولتك في منتهى القصوة. مريت بتجارب مثلا في مراهقتك في منتهى القصوة. ده ممكن تخلق منك كاتب في سن صغير. بس عنده من الخبرات الإنسانية. هي الخبرات. والحياتية ما يكفي. يعني اللي مش عنده حد عنده خمسين سنة. يمكن برضو يعني هي التجارب هي طبعا الجزء الأساسي. والسن برضو. يعني السن يعني اللي مر بتجارب كتير في العشرين هتلاقيه في التلاتين بقى أهدى شوية بقى مختلف شوية. والاتنين مع بعض. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لك مرة تانية يا محمد يلا نتقابل تاني بعد الفاصل على طول. دي جعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكمني لحلقتنا وبرحب طبعا بديف اللي منورني في الستوديو مرة تانية. الكاتب محمد المشد صاحب رواية جريمة عاطفية هم جرايم الحقيقة. وأنا على المستوى الشخصي يعني أثرت في القصص وتحديدا مشاكل الأم وتأثيرها على يوسف. عايز أتكلم عن شازة شوية. شازة هي مرات البطل. بالضبط كده. الشازة كمان كان ليه أعتقد يعني نصيب من الجرائم. حكي لنا بقى عن شازة. هي الأول كانت الدافع للخير. يعني هو طفل اتربى في أسرة يعني ما لهاش عيلة. حب واحدة في بيت عيلة. فبقى هو حب العيلة بسبب خططته أو اللي هي بقى اتمراته. فهي كانت بتقول له لازم تدور على عيلتك وواواواواوا. لما بيبدأ يعني شوف ان هي صورة الأمة بتتكرر في أشكال تانية. شازة شخصية توكسك. اللي هو الشخص اللي عايزك معاه على مزاجه. وازعل وانت تيجي تصلاحني. ودايقك فتيجي تصلاحني. فكتاهم خبيه علي جريمة اللي هو يعني في بعض الحاجات لما يجي اتنين يشتركوا مع بعض في حياة. لو ما اتفقوش عليها ما ينفعش يفاجأوا بعض بيه. يعني ما ينفعش مثلا بعد ما حد يتجاوز يقوله والله انا شايف ان العالم كفاية أطفال. فانا حابب ان انا اتبنى طفل. فالزوج شايف ان هو عايز يخلف طفل من ابنه. كل ده ما كانوش يتكلمو فيه قبل الجواز. قالت له سيلا ما جاتش سيرتها مثلا يعني. آآ اوكي. فده اللي قصوده اللي هو جينا هنا بقى في نقطة شازا. دي في منتهى الأنانية برضو شازا. ومنتهى التوكسيك اللي هو ومش من حقك تسيبني. ومن حقك تعمل لأنا عايزه لان اكارتضقني. فاللهو بنخش في شخصية تانية صورة الام بتتعاد مع حد تاني. فهو حتى يمكن في الرواية كان الهدف من شزا اللي أنا كنت عايزة أقوله هل ما نصبر من أجله يستحق الصبر كان هو البطل فيه قدامه وهو في علاقة توكسك فعايز صبر كبير جدا وبيرجع عيلته فعايز صبر كبير فأنا قعدت كده أتفرج على الخطين أنه فيهم يستحق الصبر هو عيلته هو حاجة شاقم أبا اسمه صلة رحم لكن شخص شريك في حياته ومش عايز يتصلح فلا ده كده علاجه لو مش هتتصلح فيبقى مصبرش عليك فهو البطل من أخطاءنا تحمل أسية يا أخي ده حمال أسية يا أخي فهو كنت فعلا بناقش فكرة الصبر هل إحنا أي حاجة نصبر عليها لا هو الصبر يعني فيه حاجة ننفع نصبر عليها وفيه حاجة نقدر نغيرها إنما للصبر حدود إنما للصبر حدود حقيقي فهو يعني الأب والأم تفضل الواحد يصبر عليهم لغاية ما يموت حتى لو كان أبو أمه ناس مؤزية هيفضل يشيلهم لكن لو شريك حياته فهو لأ في النقطة دي هو عامل البيت عاش خطر يرتاح فانا كنت بنائش النقطتين دول فكان ده دور شزا يعني الداسم بالنسبان أو دي الجريمة اللي كانت تخص شزا اللي هي مرات البطل يوسف كتبت كمان حاجات للأطفال أنت كتبت حاجات للأطفال وكتبت مسرحيات حكيلي شوية عنه حالاً لو تبيعرض مسلسل اسمه معاذ والأصدقاء لتعليم أحرف الهجاء يعني كل حرفة عاملين لحدوتها بس ده أنا مشارك فيه كدوبلاج كمان أوكي لكن بالنسبة لكتابة الأطفال فممكن قعدت فترة طويلة بكتب لإعلام شريف مذكور حلقات للأطفال بتاعته السيدة مها بعوف السيدة رولة خرصة كتبت لها حلقات كثيرة أطفال وأنا كتبت وقدمت برامج أطفال كثير Canadian كتبت المسرحيات مختلفة عن كتابة الروايات كلبني شوية عن تجربة المسرحية بالنسبة لك بردو الأنها إكي تجربة مختلفة هو الكتابة للروايات بتعتمد على المشاعر وعلى الأحداث الكتابة للشاشة عن وجوزة تعتمد على الصورة لا يجي جانب المسرح هو على الحوار إننا بحول القصة لحوار إنه ممكن مثلا منظرين أو ثلاثة أو ممكن ديكور واحد ثابت فالأحداث بتبنى بالحوار نفسه فتلاقي معتمد على الكلام لكن في الرواية ممكن نخش جوه الشخصيات أكتر ونقعد نتكلم عن مشاعرها المسرحيات كانت مؤثرة كده برضو زي الروايات ولا كان فيها جانب مشرق شوية هو كده كده يعني بعمل حيات مؤثرة وبعد كده نتبس وبعد كده بندحك في الآخر بس في المسرح في الآخر اللي واحد برضو راح يفرفش أكيد أكيد حمس الكئة بعد مسرح وصراح أه أكيد أكيد طيب عايزة أرجع مرة تانية للرواية جريمة عاطفية وعايزة أعرف مين تاني من الأبطال ما تكلمناش عنه ما تكلمنا عن الجدة تكلمنا عن يوسف تكلمنا عن شزا تكلمنا عن الأم نتكلم شوية عن الأب جدا كلمنا شوية كده عن الأب وعن دور الأب فين بقى في كل اللي كان بيحصل ده دور الأب اللي أنا كنت أقصده جدا أنه هو فكرة أن الإنسان أنت مصير أو مخير أنت ممكن تكون مصير في قدر الله لكن مخير في بيتك فما ينفعش أنه حد مثلا حد يقول له والله الشخص ده مش كويس فأبني معلوماتي المثل يقول للمشاتمك إلا ما بلغك طبعا فهو يعني هو لا أصدق يعني زوجته على أمه فبالتالي هو يعني كان هو بالنسبة لي أكبر خطأ عمله يمكن لو أن نكلم على أهم شخصيات بالنسبة لي أنا هي شخصية طلعة في مشهدين بس بالنسبة لي هي يعني قلت من خلالها اللي أنا عايزة أقوله قوي في الرواية مين هي؟ هي دي اللي شاركت أمه في جريمتها كانت خادمة عند جدته اسمها أم السعد دي ممكن طلعت منها ده أهم نقطة كتابة إذا أقولها في الرواية إيه الفرق ما بين الحب في السينما والحب اللي بيطلع بيوت نكحة لو نيجي نبص نتخيل مع بعض فيلم سينما بطل حب بطلة وخلفوا أولادهم كبروا ودخلوا المدارس وعاشوا في تبات ونبات هتقول لي لي فين الفيلم عشان ما فيهوش صراع ما فيهوش إن إحنا شفنا بقى بنت الباشا بتحب ابن الجميع محركتش مشاعري يعني ومفيش مصايب يعني نقدر نقوله هو الصراع هو المصايب إنه هو بطل عايز يتجاوز مصايب لكن في البيوت إحنا مش محتاجين مصايب محتاجين بيوت طبيعية اللي هو اللي نقدر نقول القصة المملة رومانسي في السينما هي القصة النكحة في البيوت وهي دي الحياة هي الحياة بارة عن سراعات الحياة فيها الأبيض والأسود الحياة فيها اليوم الحلو واليوم المر يعني هي دي الحياة وهي دي الدنيا السينما مبنية على الصراع ما بين عنصرين ضد بعض لكن البيوت لما بنتيجي ندور على الحد بنشوف حد شبهنا والسينما تكسيت للواقع برضو بس اللي أصده فيه نقطة في الحب بتاع السينما اللي هو نيجي نقول مثلاً من بدايتها طيب هل ليه ما دورش على حد شبهه؟ آه أنا حاولت أقول في الواقع دور على حد شبهك ما تاخدش السينما مرجع للعلاقات أيوة عشان إحنا في الآخر بنقول دي سينما دي أفلام ده كلام أفلام ده كلام أفلام دي أفلام بلزد؟ حاجة بتسلينا لكن إحنا فعلاً القصة المميلة اللي قلتها حضرتك اتنين شبه بعض حبه بعض وخلفه وعشه في طبات ونبات لو قلت دي قصة بيت فهو بيت ناجح جداً قصة فيلم ففيلم هو ملي جداً فيمكنك أم السعد بتقول له يا ابني ده السينما دحكت علينا يا ابني أنا رحت أحب ابن الباشا لقيت نفسي هتاخد في الرجلي فأقصد اللي هو دي الحياة اللي حقيقية حقيقي وهي الصراعات دي اللي بتدي للحياة طعم وهي اللي بتحسسك بالنجاح وبالفشل وهي اللي بتحسسك بالانتصار وبالهزيمة وهي اللي بتحسسك بالحلو وما انت لو ما شفتش الوحش مش هتقدر الحلو بالظبط كده يعني قصة مؤثرة جداً ورواية مؤثرة دي خامس قصة ليك بالظبط قصصك اللي قبل كده كانت فيها برضو التأثر ده ولا كان شكلها ايه رواية الاجتماعية اللي كتبت قبل كده ويمكن بدأها يعني هي عرفت الله بحبك دي الرواية الوحيدة اللي مش مستوحة من الواقع رواية خيالية شوية بعدها بقى لو أحباب تلاجئة كنت وقتها بناقش كان في 2014 ببدأ اللي هو دخول السوري مصر وإزاي المطاعم السورية انتشرت فجات من قصة إنسانية انه هو بطل مصري حب بنت سورية فشاف ايه المختلف بتعمله في بلدها فجات عملته هنا فبدأت المطاعم السورية والقصة حقيقة ايه طبعاً والشاورما اقتحة مثل اكربات اقتحة مثل شاورما حياتنا تيجي مثلاً بعدها رواية بطلة كل حكاياتي ايه اتكلم عن كواليس مهنة الكل سنتر انه هو فكرة ان معظم الشباب بيشتغلوا خدمة عمله فبتلاقي عندهم كواليس في حياتهم كبيرة جدا هو بيته فيه مثلاً مشاكل بس لازم يضحك قدام العمل طبعاً ان يجي بعدها غير قابل للكتمان سر الترند ويمكن ده من الحاجة اللي انا بحباب بردامك حضرتك ان الاستضافات دايماً الكتاب والناس الناس تستفد منهم او على الاقل مش هتضر ان دايماً اقول سليني بس ما تضرنيش الحمد لله هنلاقي فيه برامج تانية ودي رسالة القناة الأولى دايماً ورسالة التلفزيون المصري طبعاً والإعلام المصري بشكل عام انا بقى جبت السر بتاع الترند في الرواية دي او حاولت اوصل تقولهولي بقى بعد الحلقة سر بتاع الترند ده مهم جداً تقولهولي خلينا نتكلم عن الغلاف وجريمة عطفية اخترت له الغلاف ازاي واكيد خد منك وقته برضه لا اكون امين جداً عشانان ضر الناشر بتشترط على المؤلف انت ليك اللي هو الكتاب اه ممكن ده ده شغل الناس اللي هي فهمة قوي في شغلها ايه لأنا عارف سوى الغلاف ام بشكل عامل ازاي انا فعلاً كمؤلف ممكن لقى ما عنديش تصاول لا هو الغلاف معبر جداً الحقيقة ولون الأحمر كمان هو معبر اكتر عن الجريمة لأنه وتفاصيل اللي فيه كمان كده كلام مخفي ممكن دي اشكر فيها آية البوهي لما ديه المصومات بتاع الغلاف فاللي هو قطر خيرها انا شخص اللي هو اللي بفهم فيه بفهم فيه اللي مفهمش فيه باستنى شوف غير ايه يعمل ايه فانا بصراحة مكتش متخيل ولا يفين انا ديت لهم الرواية وقاعد مستنى يا ترى شكله ايه ادي العيش لخبازه برضه طبعاً طبعاً عملته شكراً آية البوهي جميل جداً خدت منك وقت قد ايه بكتابة دي محمد الكتابة كوقت كتابة ثلاث شهور لكن التجميع والتفكير كانت سنة ونص انا بشكرك وبحييك على اختياراتك للمواضيع الاجتماعية الحقيقي بتمسنا وبتأثر فينا وموجودة في بيوت كتير وللأسف انه احنا بنتغافل عنها واحنا بنتجهلها واحنا بنفتكر انها حاجة مش ممكن تحصل معانا بس هو في الحقيقة ممكن اي حد فينا يتعرض لأي مشكلة من المشاكل دي لأي جريمة عاطفية لأي جريمة عاطفية وده حقيقي وإحنا بنتعرض لجرائم بس كل واحد وجريمته وكل واحد وحكايته وكل واحد وخبراته الحياتية وشكل الجريمة اللي اثرت فيه مفيش حد فينا مش متأثر مفيش حد فينا سليم مفيش حد فينا متوجعش مفيش حد فينا ما حسش بحاجة في وقت من الاوقات او ده تعريف الانسان بالزبط كده بس هي دي اللي خلقتنا وهي دي اللي عملت شخصيتنا وهي دي اللي كونتنا ده مهارات الحياة وهي دي مهارات الحياة بشكرك يا محمد نوردن طبعا بشكر الكاتب محمد المشد صاحب رواية جريمة عطفية على وجوده معنا النهاردة في حقائنا بشكركم مشاهدينا كان معكم رانيا السيد شكرا